آليات الحماية الطبيعية اللي ربنا برضو سبحانه وتعالى موفرها للجلد يعني ربنا يعني بيقول لنا ما تتدخلوش انتو او لما تتدخلوا لنكو يعني تحفظوا بس على الحاجة اللي ربنا خليقها دي تمام؟ فقلنا من آليات الحماية الطبيعية حاجة اسمعها الجفاف الصحي برضو نرجع لها لو عايزين تعرفوا ايه هي وقلنا خاصية التغير الدائم ايه تاني من وسائل الحماية الطبيعية للجلد؟ حاجة اسمعها معامل البي اتش المنخفض كلمة البي اتش المنخفض دي دي حاجة بقى في قوانين الفيزيا شوية انه الجلد في حاجة اسمعها البي اتش او درجة الحموضة يعني دي وجودها في نسبة منخفضة بتوفر آلية حماية للجسم والحموضة المثالية درجة الحموضة المثالية هي خمسة ونص بالمناسبة تمام؟ ايه تاني من آليات الحماية؟ ايه تاني يحمي الجلد ده؟ مضادات البكتيريا في حاجة اسمها مضادات البكتيريا طب دي موجودة فين؟ موجودة في العرق ايوة العرق اللي بيضايقنا كلنا ده له وظيفة في منتهى الاهمية وهي ان العرق ده في مضادات بكتيريا يعني الناس اللي ما بتعرقش خالص دي دول كده يبقى عندهم مشكلة انما الناس طبعا العرق في حد ذاته يعني حاجة للهيجين او للصحة العامة ان هي اه في عندنا وسائل للتخلص منه ان احنا بنشف العرق بنخسل وشنا او كده بس فكرة وجود الغدد العرقية من الاساس ان ده موجود مش عبس لا ده موجود لهدف وهو ان العرق يحتوي على وسائل لحماية الجسم من البكتيريا او المايكروبات الحاجات دي الحاجات اللي بتحمي دي موجودة في العرق تمام علشان كده لازم نحافظ يا جماعة على الجلد علشان وظيفه المهمة قوي اللي اسمعناها والمفروض ان احنا نحافظ على زي ما قلتلكم الاليات الخاصة بالحماية الطبيعية اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى طيب